موسيقى موسيقى يا مرحبا وسهلاكم مشاهدينا مجددا بعد هذا الفاصل أطلق موقع اسلام ويب منافسات اسلامية منافسة اسلام ويب تيوب تحت أشعار أطلق لإبداعك العنان للموهب الشابة وتحمل موضوع الأخلاق وهي المسابقة الأولى من نوعها على الموهب نعم أحمد وحول هذه المسابقة وكيفية المشاركة بها معنا السيد أحمد فخر المشرف على مسابقة اسلام ويب تيوب يا مرحبا وسهلا فيك أحمد حياك الله في السيديو ترحيم يا مرحبا وسهلا فيك نبي نتكلم شوي عن مضمون هذه المسابقة وتعرفنا عليها أكثر هاي طبعا بسم الله الرحمن الرحيم أول شي أشكركم على الاستضافة هي طبعا المسابقة فكرتها هي طبعا بادرة من موقع اسلامب التابع لوزارة الوقاف والشؤون الإسلامية وهذه الفكرة هي عبارة عن مسابقة لإثراء العالم الإسلامي بمقاطع الفيديو المقاطع المؤثرة الإسلامية وفي هذه السنة ولا الحمد يعني خصصنا وهي طبعا أول سنة إن شاء الله راح تكون إن شاء الله بإذن الله سنوية ركزنا على قضية الأخلاق وكل المقطع فيديو يكون مدته من ديكتين أربع دقائق هاي تقريبا يعني فكرة المسابقة والهدف؟ الهدف المسابقة طبعا يعني هو مثل ما قلت أنا هي إثراء العالم الإسلامي أو إثراء المحتوى الإسلامي بالقيم النبيلة بالقيم العالية التي تفيد المجتمع مثلا تعرفون الحين يعني إقبال الناس على المالتي ميديا وعلى المرئيات والفيديوهات صار شيء كبير جدا صحيح والمحتوى القيمي والمحتوى الأخلاقي صار قليل يعني فإحنا بهالمسابقة نثري المحتوى هذه بمقاطع كثيرة نعم نعم أحمد إحنا مجهزين لك ولينا أيضا والأستاذ المشاهدين مكتبعنا بنشوفها سويا نشوفوا إياكم أعزائي المشاهدين مع بعض إعلان ترويجي يعرفنا على مبادرة أطلق لإبداعك العنان إن كنت تحب الإبداع لديك أفكار تسعى لتنفيذها تحب الفن ولديك قدرة على إنتاج أعمال فنية إذا كانت لديك أي موهبة فمرحبا بك في مسابقة إسلام ويب تيوب المسابقة عن إخراج فيديو تمثيلي قصير عن الأخلاق مسابقة من ثلاثين فائزا سينالون جوائز من خمسة عشر ألف دولار إلى ألف وخمسمائة دولار ابدأ الآن واتلق لموهبتك والخيالك العنان واشترك معنا في إثراء المحتوى الإبداعي الإسلامي لمزيد من التفاصيل زور موقعنا على شاهدنا معكم مشاهدين الكرام الإعلان الترويجي للمسابقة جوائز قيمة أيضا الهدف أيضا من هذه المبادرة ممكن كلنا أنساهم في هذا الهدف حتى الشخص الذي يسوي مقطع الفيديو أو مقطع الفيديو أحمد لو نتكلم شوي عن كيفية الاستراك في هذه المسابقة وشن هي شروطها طبعا المسابقة بادرة ضخمة كبيرة من موقع إسلام طبعا الموقع إسلام بس كصورة عامة موقع طبعا عالميا هو موقع صيحنا قطري لكن استهدف لعالم إسلامي كلك الحمد لله حتى الزيارات عندنا في الموقع تقريبا نصف مليون زار يوميا نعم فصل إلى مليون زار يوميا في بعض المرات الحمد لله فقضية الاشتراك في المسابقة طبعا هي الدعوة عامة مفتوحة لأهلنا في قطر نهي للشباب لأن ما شاء الله شاب قطر عندهم خبر كبيرة في قضية الانتاج وقضية إخراج المقاطع للفيديو فإن أكسبهم أن يشاركون بمحتوى إخلاقي جميل مفتوحة لها القطر مفتوحة كلها القطر وخارج قطر الوطن العربي مفتوحة للكل جميل شروط المسابقة طبعا عندنا نحن شروط إدارية شروط فنية شروط شرعية شروط كثيرة لكن ممكن أعطيكم نبذة بسيطة مثلا في عندنا قضية وقت الفيديو محدد من ديكتين إلى أربع دقائق قضية مثلا الجودة تكون 720 بيكسل كحد أدنى يعني في عندنا مثلا شروط مثلا شرعية أنه مثلا ما يكون في إساءة لدين أو لعرق أو مثلا لجنس معين في عندنا أيضا بعد شروط يعني مثلا أن مسابقة تنتهي في تاريخ واحد سبعة في المجال لدينا مفتوح كبير للمشاركة وغيرها من الشروط الإدارية الكثيرة اللي عنده استفسارات أو شيء ممكن يدخل على الموقع نعم يدخل على موقع اسلاموب نفسه أو فيه حتى موقع تيوب اسلاموب دات نت في موقع اسلامويب وفي موقع هو موقع اسلاموب هو الرئيسي رئيسي هذا الفرعي فرعي حق المسابقة حق المسابقة طيب أحمد أنا أريد أن أسرك يعني شنه القص من وراء اختيار هذه المسابقة وخصوصا تم الاختيار أو وقع الاختيار على الأخلاق صحيح اختيارنا للأخلاق أول شيء الهدف الرئيسي مثل ما قلنا لكم نثري هذا الجانب الكبير يعني الأخلاق شيء متفق عليه بين كل العراق والأجناس والهديان شيء متفق عليه عنده الكل فمش محل يعني اختلاف ثاني شيء يعني مجال مفتوح عندما تقول أخلاق عندك الصبر عندك البر العدل الإحسان يعني مجال مفتوح للإبداع الأمانة عندك أخلاق كثيرة تقدر تبدع فيها ما نحكر الناس على شيء محدد يعني يكون صعب عليهم فيكون مفتوح تفضل تفضل سلام لا بس أنا هاي أتكلم عن طبيعة الأخلاق طيب لو نتكلم عن طريقة الموضح أكثر طريقة المشاركة هي عن طريق الموقع الإلكتروني أو عن طريق محد يجيكم أو مفتوح الجهاز عن طريق الموقع الإلكتروني يدخل يسجل يريد سجل يرفع موقع الإلكتروني جميل طيب أحمد أنا ودي أسأل أنا سمعت أن بساعة من التقرير الذي طلعنا أنه فيه جوائز سترصد للمتسابقين بس ما هي آلية التقييم كيف يتم تقييم الفيديو مالي أحسن أو الفيديو الذي عنده أحمد يمكن أن يكون أفضل ما هي الآلية أول شيء بالنسبة للجوائز أنا أقول لكم من المسابقة نوعية أن الجوائز ما شاء الله ضخمة جدا تقريرا قيمة الجوائز كلها 300 ألف ريال عندنا 30 فائز إن شاء الله سيكون الأول سيستلم 15 ألف دولار والثاني سيستلم 10 ألف دولار والثالث سيستلم 8 ألف دولار وعقب من الرابع الـ 2010 سيستلم 2500 دولار ومن الـ 11 إلى 2030 سيستلمون 1500 دولار المكسب الحقيقي حتى ليس مجرد الناحة المادية مجرد أن عندما تسوي مقطع إسلامي أو إخلاقي هادف جدا تحطه في موقع إسلام موقع ملايين يشاهدون وتزيد نسبة المشاهدة بشكل كبير وغير أن أنت تنفع أمتك الإسلامية وتنفع أمتك العربية بهذه القيم الأخلاقية صحيح لاحظ أن هناك نوع من الأرضاء في الجوائز أن المركز 30 لا جائزة ولو أنها تشجيعية رمجية 1500 دولار تحفيزية أكثر لو تكلم عن دور الجائزة في تنمية المواهب الشابة واثراء المحتوى الإسلامي بالنسبة للجوائز طبعا هي حافظ كبير نستهدف الشباب المسلمين نستهدف الشباب العربي الشباب لا يستهدف شركات فبالنسبة لهم هذه المبالغ ستستهويهم وتجذبهم أكثر ومنها مثل ما قلت لك سيقدم شيء يخدم هذه القيمة العظيمة التي قدمها قيمة الأخلاق نعم أحمد طيب هل هناك مشاريع ستتبنونها مثلا من هذه الجوائز أو عفوا البرزنتيشن اللي بيفوزهم فيه مثلا أن واحد يسوي فيديو جدا ممتاز هل بتم وضعه في اليوتيوب عندكم وتم التعليق عليه وتم نشره وهذا رائعي أنا نستهدف تتكلم على قضية حتى لجنة التحكيم أنا ما عرضت عليها قضية التحكيم طبعا مثل ما قلت لك في عندنا أي شخص يرفع الفيديو ستمر على لجنة اللجنة طبعا منوعة فيهم منهم ناس خبراء شرعيين فيهم منهم خبراء يعني فنيين في منهم ناس عندهم خبرة بالإخراج والتصوير والمنتاج والأمور هذه منها يعني يختار الشخص للمنتاج في جانب آخر 70% لجنة التحكيم خلينا 30% للجمهور إنه الموقع كل ما يزل الفيديو يكون الفيديو موجود في الموقع أقوم ما يمر على اللجنة يطلع على الموقع فالناس بنفسها تقيم يعني سبسكرايب ولا يكتبون مثلا لا يسوموا اللايك عليه مثلا الفيديو عجلني سويت عليه لايك فنشوف من أكثر الفيديوهات حصلت يعني فيكون 30% من التقييم متعلق بالجمهور جواب على السؤال لكن طبعا هم راح يشركون بالمقاطع الفيديو هذه المقاطع راح تنشر إن شاء الله في الموقع نفسها في موقع تيوب وتعاو وأيضا راح إن شاء الله المقاطع الناجح إن شاء الله والفايزة راح تكون معنا في موقع اليوتيوب نفسهم راح يكون موجود ونحن نستوقع في أماكن في المعارض ومعارض قيمة في المحافل الدولي أريد أن أسألك بسرعة أريد أن أستبقى منك هذا الكلام. هل يكون مثل هذه المبادرات فائدة للنهوض بالأخلاق لدى الشعوب؟ أكيد. طبعا. هذه المقاطع الفيديو قبل كانت قضية المجلات والجرائد. كانت الرائجة بين المجتمع. ثم انتقلت قضية المنتديات على الانتقلات إلى المواقع التواصل الاجتماعي. إلى المواد الصوتية. السيديات وغيرها. الآن حين صار إعلام. كل إعلام مرئي. حتى فيديوهات قبل طويلة لا يشوفها. كل اللي يبقوا دقيقة. ديكتين. 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 صحي. متعمل رسالة وتكون قصيرة. عندما تقدم موضوع قيمي. موضوع أخلاقي خلال ديكتين أو دقائق. مثل ماقطع مشهور انتشر قبل أسبوع تقريبا. واحد يبرب والدين أو يتكرموا عن بر الوالدين. مقطع خيال يومين. شباب عادي يمصورينا. ثلاث ملايين يحصل الفيورز في تريتيوب. فهل مقاطع المميزة الهادفة لها أثر كبير على الشباب. قلت لي وقت المسابقة. متى مفتوح المجال الذي يحب يشارك؟ بدأت المسابقة من 17 مارس. راح ينتهي إن شاء الله تسجيل فيها تاريخ واحد سبع. التسجيل اللي هو الآن مفتوح. هاي حد يبدأ سجل. مفتوح. نعم. الإسلامية. islamweb.net أو يدخل على نفسه tube.islamweb.net الله أكبر عافية. كلمة أخيرة توجهها للمتسابقين والمشاهدين الكرام. والله أنا أحس جميع المشاهدين والمهدمين في جانب الإخراج والمنتاج أنه يشارك مثل هذه المسابقات. هي راح تفيدة أصلا حتى في رصيدة الإيماني. راح ينفع أمة الإسلامية. فأنا نصحهم أنهم يشاركونا. أشكركم أيضا أنت وأن ركزت وصلت الضوء على هذه المسابقة. هذا واجبنا. نسكر على واجبنا هذا. نتمنى من الجميع أن يشارك ويكون خدم دينا ولو بشيء بسيط. ولو وصل رسالة. الله يعطيك ألف عافية سيد أحمد فخر ومشرف على مسابقة سلامweb.net يوب شكرا لكم على هذه المبادرة الجميلة. وشكرا لجميع العاملين في الوزارة. الله يوفقكم إن شاء الله. متوفق إن شاء الله. إذن عزائي المشاهدين تطفئ معالم بارزة في آلاف المدن حول العالم. أنوارها مساء اليوم. وتحديدا في الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي لكل مدينة. وذلك استجابة لمبادرة الصندوق العالمي لصون الطبيعة. نعم يا خالد. وساعة الأرض. مشاهدين الكرام تعد أضخم حملة شعبية بيئية تهدف إلى التصدي للتغيير المناخ. وتشارك العديد من المؤسسات الإلكترية في هذه الحملة. من خلال أطفاء الأنوار. وترشيد استهلاك الطاقة لمدة ساعة. أخر يوم سبت من شهر مارس من كل عام. وتحديدا في الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي لآلاف المدن هو موعد تسود فيه العتمة ساعة كاملة لمعالم بارزة في أنحاء العالم. في حدث يطلق عليه اسم ساعة الأرض. ويأتي هذا الحدث العالمي بمبادرة من الصندوق العالمي لصون الطبيعة بهدف رفع الوعي بمخاطر آثار التغير المناخي ونشر الوعي لترشيد استهلاك الطاقة. فضلا عن توعية المجتمع بأهمية حماية موارد الأرض الطبيعية والحفاظ على البيئة. يذكر أن ساعة الأرض كانت قد انطلقت في عام 2007 من مدينة سيدني الأسترالية وعاما بعد عام ازداد أثر ساعة الأرض وأصبحت أكثر من مجرد ساعة أو حدث لتغضو الآن حركة فعالة للدفع بالتغيير من أجل كوكب الأرض حول أهمية الاحتفال بساعة الأرض وطبيعته والرسالة التي يحملها معنا السيد عبدالله الكواري مدير إدارة التوعية في وزارة البيئة. يا مرحبا ومسلابك معنا. يا مرحبا ومسلابك سيد عبدالله. في البداية أنا أريد أن أتكلمني عن ساعة الأرض. يمكن كمفهوم في بداية كان غريب. ونعرف أنه تواب يمكن سنة 2007 في سيدني. فلو تعطينا نبدأ عن هذا الموضوع. ساعة الأرض هي تهدف الهدف الأساسي فيها. هي أطفال الأنوار. مثل ما تقريركم. لمدة ساعة. وهي طبعا بدأت مثل ما قالوا الأخوان في سيدني 2007 بـ 400 مدينة. الآن وصلت إلى 7000 تقريبا مدينة. حول الأرض. نعم أكثر من 150 دولة. فهذا يعتبر أكيد أن حدث مهم أن الدول كلها تكاتفت في الساعة هذه. أخي عبدالله يمكن البعض يعني يمكن ما يعرف أهمية هذه الساعة. لو نتكلم أكثر عن أهمية الاحتفال بساعة الأرض. طبعا هو مهم القصد للساعة. ولكن القصد ما وراء الساعة. ما وراء. ما هي الرسالة التي وراءها؟ الرسالة التي هي أننا نقلل من قاس تانيكسيد الكربون الذي هو يعني هذا برج أريد يطفي أضواء تدريجيا. وهذا تباعا أو تناشيا مع الأحداث الدولية التي قاعدة تمشي بخصوص الحفاظ على ساعة الأرض. حتى هناك توجيهات من ساعة الوزير أن برج البيئة سيطفى. إن شاء الله من 8.5. إن شاء الله. المباني التابعة لوزارة البيئة في هذا الحدث. نقول لك بالنسبة للتأثير هو طبعا هو رسالة للترشيد. صحي. يعني الحمد لله نعمت علينا الحكومة بالكهرباء بمجانة. نعم. فيجب أن نشكر النعمة. لا نترك الأجهزة التي لا نحتاجها. صحي. حتى في البيوت. الكمبيوتر شقال. المكيف شقال. الإضاءة. لما تدخل نجلس يمكن في 6-7 ثريات. كل ثيرية فيها 150 ليت. نعم. فهذه أيضا تؤدي إلى ارتفاع حرارة درجة حرارة الأرض. اللي من أصلها تؤدي إلى الاحتباس الحراري والتأثير على التلوث البيئة. يعني البعض يمكن ما أعرف أهمية هذه الساعة. ما نقول ساعة. نقول المبادرة هذه. يعني هي لها تأثيرات ثانية مثل ما ذكرت. اللي هي ارتفاع درجة حرارة الأرض. ارتفاع غاز ثاني يكسيد الكربون. طبعا نحن لا يمكن أن نتنفس غاز ثاني يكسيد الكربون. وهذا أيضا نشبتها. نعم. وهذا أيضا يؤدي أن نجتهد في التشجير. صحيح. وهذا يقع على عتقكم الكثير. يمكن استمقتني في الحديث أن السيد عبدالله دائما صحيح في إفراط في ثاني يكسيد الكربون بحكم أن الدول أصبحت صناعية إلى حد ما. ولكن أيضا التشجير هو رافض أساسي لحل مثل أو التقليل من الإنباحة. أنا أضرب لك مثال لو قدر الله وصارت في ساعة واحدة تطوية الكهرباء مثل ما قدر لك في حوالي سبع تلاف مدينة ونقصت عشرة في المية. هذه تعادل ما تطلع السيارات ثنين واربعين ألف سيارة في ساعة واحدة من الغاز الثاني. سبحان الله. وهذه نستخدم بالساعة لكن أثرها في العالم كبير. نتمنى إن شاء الله أن نستخدم أستاذ عبدالله هل جاءت هذه المبادرة تماشيا مع مشكلة الاحتباس الحراري؟ هل بهذه الطريقة تقل نسبة الإنبعاثات الغازية التي تصبح لدينا لا يوجد شك. يمكن أن ننأخر وننأخر والوعي الضروري أن نعي أن هذه الإضاءة لا أحتاجها. لماذا أنا خليت الإضاءة؟ حتى السور الحمد لله الدولة في كل حتى الشوارع الفرعية فيها إضاءة. نقتصد في السور السور تحصل على 150 30 40 إضاءة بدون حاجة لها. ويمكن تظل حتى طول النهار والليل هذا حرام وهذا أنا أقول لك الذي يؤدي إلى وعينا إن شاء الله نحن وعيين ويجب أن نعي هذه الأمور إن شاء الله نحن نشوف برجريدي البرج الوزارة ووزارة البلدية ووزارة البلدية أيضا واتمنى الجميع يشارك المبادرة المشاهدين الذين في بيوتهم طبعا أكيد في كذا غرفة شغالة دون الحاجة إليها قبل الله تنام مثلا خلاص إذا تعدد ساعة ثمان أو تزع الكمبيوتر أو الليوت اللي بره التلفزيون أشياء واجد يعني أجمار حاجة فيها أخي عبد الله يمكن لو نبي نوجه رسالة فرصة هذه المشاهدين الكرام عن أهمية هذا الموضوع وهل تكفي ساعة وحدة اذكرنا ساعة وحدة 42 42 42 ألف سيارة المعادلة 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 لو 10% خفضنا فنحن نتمنى إن شاء الله تكون أكثر من خلال شعر المتوقع أنه أكثر من مليار بشر يشتركون في أكثر من 150 دولة فهذا طبعا لا تأثير تأثير كبير ونتمنى أن نواكب هذا العالم بهذا الوعي برج الشعلة أيضا الستيديو يخبرنا برج الشعلة أحمد في سباير يطفئ أضواء تماشيا مع الحدث العالمي الآن الذي يترقبه معظم دول العالم هذا ما نتمنى إن شاء الله حتى المجمعات حتى المساجد حتى المعسسات العامة نعم أستاذ عبدالله أنا ودي أسألك الأندي يأخو ضروري الأندي الكشفات التي فيها بعد وقت التمرين خلاص صدفة ما لها لازمة نعم أستاذ عبدالله نحن نشوف أيضا أنا خبر مرة زميل ناصر سلمين في أحمد في برنامج دوح أتوقع ضمن فريق أعرض أيضا عن الإضاءة أو عن الأنوار في بعض أنواع الإضاءة أو المصابيح الكهربائية تستهلك نوع معين من الطاقة بنسبة أقل هل تنصح فيها السادة المشاهدين أن يتوجهون لا 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 حتى تنصح فيها أكيد ننصح أن نستخدم الإضاءة التي تستحمل طاقة غليلة ولكنها تضيء تعطي إضاءة كبيرة صحيح نتمنى كلنا أن نستحمل وأنا أولهم إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بدأنا نشوف أحمد معظم بيوت الناس وهالقطر دائما نشوفهم يعني ينتظرون لما تصير مثل هذه الممبادرات خلاص يقومون يستدرون الحمد لله كل مستقبل إيجابي نتمنى منهم إن شاء الله حين يشاهدوننا أنهم يبادرون من الآن بتطفية الأنوار حتى يحسون حتى بالهدو بقيمة أيضا هذه النعمة نعم نعم الله يزول صحيح في بعض المجالس نتكلم المجالس دائما يحتمون الناس شكلها صحيح في دائما هو الزر الذي يخفض صحيح يعني حتى على درجة الإضاءة صحيح هذا شيء حلو بصراحة أن أنت تقعد تشوف تلفزيون حتى أنك تخفف شوي على عيون صحيح تخف شوي أخوي عبد الله نتكلم عن وزارة البيئة طبعا ما شاء الله نشوفكم من أحد المساهمات أو دوركم اللي قاعد تسوينا أنتم البرج بكبر سوف يطفون إن شاء الله الساعة ثمانة نوص نتكلم أيضا عن برامتكم المقدمة في هذا المجال والله برامتنا نحن شبه يومي أو يومي في التوعية أنا أتكلم عن إدارة التوعية التوعية في كل نواهي البيئة لأننا سيقتصر على الإضاءة في التلوث في المجال البحري في المجال البري عن المحاضرات المناظرات الفعاليات كلها تصب إلى الترشيد نعم أخي عبدالله صراحة الله يعطيكم العافية لأن أنت إذا بتوعي عن شيء هي مجرد سلسلة فكل شيء يضر على شيء ثاني البحر والبر والبيئة والهوى كله يضر حتى المبادرة هذه يمكن تتبعها عدة مبادرات كلها متشابهة في نفس الضرر عسى الله يوفوكم إن شاء الله أعطيكم الفعافية إن شاء الله أستاذ عبدالله نحن أودنا نسأل شنه بعد هذه المبادرات اللي عندكم شن الأشياء اللي أنتو تصمون للوصول لها يعني وإحنا نعرف مثلا على سبيل مثال إدارة المرور في مرة من المرات دايما عندهم بين فترة والفترات يتكلمون عن الأحزام وكذا هذه الأشياء المفيدة للسادة مستهلكين الطرق شن الأشياء اللي أنتو دايما توجهون الجمهور والله أنتم من هذه الأشياء البيئة البيئة عبارة عن أرض وهوى نعم وماء فهي شامل كل فأنت الركيزة الأساسية نعم صحيح فكل إدارة ما شاء الله أكثر من 27-28 إدارة وجودة في البيئة كلها تعمل على يعني الحفاظ على هذه البيئة صحيح الإدارات اللي خاصة بالبيئة البرية يعني ما أتدر أنهم ليل نهار سيشتغلون على أساس الحفاظ على الموروط البري في البحر أيضا هناك طاغم قطري كبير يساهم في المحافظة على الفشود يحافظ على المرجان يحافظ على الحياة البحرية بكل كامل فيعني البيئة مثل ما قلت متشابكة تكاتف جهود تكاتف جهود شابكة في كل الحياة فنتمنى إن شاء الله أننا لا تنسى يعني كوزارة لا نستطيع أن نعمل لوحدنا لابد من مكثفة أخواننا القطريين إذا شاف شيء خطأ عمل شخص ثاني ينصح وإذا ما قدر ينصحها يبلغ عليه فالأرغام موجودة فنتمنى يعني مؤذرة تمنى وهم يكونون عيننا الموجودة صحيح نعم يعني نحن نشوف أن هذا تكاتف الجهود وكذا وأيضا يمكن يبلغنا أيضا الستيديو أن أيضا في مطعم من مطاعم سقواقف أحمد مطاعم في مطاعم سقواقف نعم شارك في هذه المبادرة وبدأ يطفيها نوارا يعني شيء جميل بدأنا نشوف أن مبادرات المطاعم ولو كانت فردية ولو كانت فردية فهي جدا جميلة يعني نحن الآن تركيزنا الأول مشاهدين الكرام عليكم أنتم يلا في بيوتكم طبعا المطاعم هذه المبادرات يشكرون عليها نشوف هذه الغطات تسقواقف طبعا نشوف بدأ بدأت شوي بعض المحلات وبعض أطفأ أطفأت كل نوارا وعلى ضوء الشموع هذا ما يحضرني أي مطعم لكن تلاحظوا مشاهدين الكرام كله على ضوء الشموع بالعكس جو شاعري جو جميل جو روماسي جو هادي تبقى قطر وهي مظلمة بعد تبقى هي منورة منورة أنا أعتقد الأخوان حتى في المطعم يكون ليس عندهم فكرة لكن لما شافوا البرنامج وهذا الشيء الأساسي أن القنوات الفضائية ومنها قناة الريانة مشكورة دائما هي سباقة في الحدث وهذا دليل على الإعلام هذا وجبنا نحاول نوصل رسالتكم ويدبيد إن شاء الله ونوصل رسالة لجميع المشاهدين اللي إن شاء الله أنهم طبعا أنا ما عندي شك إن شاء الله الكرام إن شاء الله أنهم الآن قاعد يبادرون في هذه المبادرة نوجه لهم أيضا أحمد التحية بعد لكل من يستهلون لا حي يطف التفزيون فيهم الخير وبركة إن شاء الله لحد يستهين في هذه المبادرة بالعكس أضرارها إذا ما حاولنا نعمل عليها أضرارها كثيرة ارتفاع درس الحرار من يحب الحر اللي يحب الحر يجب ليه تشغل إن شاء الله الكل وغيرها وغيرها يعني من المبادرات وانتم في وزارة البيئة ممقصرين أذكر مبادرة مبادرات اللي جد الفتاة انتباه وعجبتني اللي هي الشتلات اللي تزعون على العزاب يعني شتلة وتزراحها يعني كده كده تساهم شوي شوي وأيضا اللي هو الماء الجلية وشي كده ما يحضر الماء المحفوظة فعاليات المياه المحفوظة فعالياتكم تشكرون علي أيضا نحن شفنا تكاتف الجهود مع وزارة البيئة وأيضا وزارات الأخرى خصوصا يوم جات عندنا فترة الأمطار شفنا وعي السادة المشاهدين وأيضا يمكن أنا ما بيأمدح رفيجي وزميري أحمد أحمد كان من الناس الأكتب والنشطين في هذا المجال وهذا يعني قدوة لنا وأنا فخور أنه عندنا واحد في الاستيديو مثل أحمد وأيضا مثل السادة المشاهدين يتوجهون لمثل هذه المبادرات التي فيها التوعية للحفاظ على البيئة القطرية على أساس أنها تكون مستدامة والحفاظ عليها هذا واجب يمكن أن يكون واجب شرعي ديني من ثقافتنا وعاداتنا وتغاليدنا أستاذ عبدالله شنو اللي أنت تحب تقوله للسادة المشاهدين اللي يسمعونا أو اللي يشوفونا حتى الآن والله أنا كلمتي لهم أنهم يعني يبادرون من الآن لتخفيض الإضاءات والأجهزة اللي غير ضروري يعني نقول ضروري خلي لك غير ضروري حاول أنك تطفأ ولو لمدة ساعة يعني هذه الساعة راح تتأثر في طبقة هذه بشارة لك على الهواء مني ومن أحمد ومن طفل برنوج برج الشالة من الأبراج الضخمة واللي يتميز يمكن جماله بإنارته صحي طفل وره هذه مبادرة جميلة جدا منه طفل وراء يمكن اللحظ إذا لم أخبر ظن حتى لنرأت اللي جنبه خفت خفت إضاءتها صحيح مبادرة جميلة إلا معنا معنا الأماكن التي تحتاج إلى مثل هذه الإضاءة صحيح تتسم بالحيوية يمكننا نشارك مشاهدين الكرام لا يقول أنتم قاعد تنصحونا وليوتكم ما شاء الله لا نحن نشارك صحيح في دقائق ما أدري نتظر دقائق معدود إن شاء الله ونشارك معكم معكم على الهوى نطفأ أيضا أضواء أو نقلل من أضواء البرنامج ما رح نطفأها كلها عشان خلالنا ونقلل على قد ما نقدر إن شاء الله الدفنة حدنا نشوف بعد الدفنة قاعد تخفض أضواءها أيضا تخفض تدريجيا وبعض البراج طفت كليا صحيح صحيح بعد البراج طفت والحين قاعد تخفف نعم بالتدريج كل شيء قاعدين نشوفه أيضا على الشاشة ويمكن هذا منظر جميل أيضا أنت تطلع تشوف طبعا فيه الكلمة يحب ظلمة لكن سكينة هدو تطلع أول مرة تشوف مثلا منطقة الدفنة شوي هادية طافية هذا فيه سبيل أيضا تغيير نفسك أنت رح تحسب شيء غير يعني عسى الله يفقنا إن شاء الله هذا برج الشهلة خلاص ما قام يبين هذا برج الشهلة أنه مطفى الآن طبعا اللي هور نسميه رمقات الفلاشات هذه حق الطيارات فلا يمكنك شغال اللضاء اللي حولها أستاذ عبدالله أنت تشوف تكاتف جهود الوزارات الأفراد وكذا شنو هذه دلالة هذه الأمور كلها دلالة على الوعي دلالة الوعي نعم وأيضا هذا برج أريده من الأبراج الحيوية جدا والمهمة في الدوحة ونشوف أنه أطفاء كليا فهذا دليل على الوعي من المؤسسات اللي بادرت اللي بادرت نعم شكرا كلهم 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 من المؤسسات الباقية كلها إن شاء الله السنة الجاي لو ما حلفهم الحظ السنة هذه أننا نرتب بيهم السنة الجاي إن شاء الله سنشوفون شيء إن شاء الله بإذن الله ونحن دايما نكون في طليقة هذه الأمور نحاول نتوصل مع السادة المشاهدين لتغيير فكرة معينة لتنفيذ مثلا مثل هذه البوادر اللي فعلا نحن نكون شغوفين لعملها في الدوحة عندنا نتمنى بعد إن شاء الله حتى سنة إن الله حيانا بياكم سنة الجاي إنكم تكونون موجودين في بعض المنازل والمجالس إن شاء الله يعني إننا نكون بادرة من أصحاب المنازل نحن ممكن نتواصلوا إياهم إن شاء الله وأيضا ممكن يتواصلون معاكم تدلونهم على الأنواع المعينة الاستهلاكية الكهربائية بالتعاون مع الكهرماء أيضا ممكن يتواصلون معهم ويعرفون شنه يعني الأدوات الكهربائية اللي ممكن تقلل من استخدام الكهرباء وإحنا في نأمة في الدوحة والحمد لله رب العالمين نحن هنا بنحرق الموضوع استاذ عبدالله يضحك في الاستيديو وأنا بنقول لكم ليش ولكن بعد دقائق معدودة من الآن راح تعرفون السبب يمكن أحمد يبشركم إن شاء الله نحن مشاهدين الكرام نحن تشوفون نضاعة هذا بدت نعم تدريجيا نبادر بعد خلينا نضاعة بسيطة عشان نحن نبين صحيح عشان استاذ عبدالله ما يزال علينا بعد اليوم نعم عشان نبدأ بدلله نحن نسباغين في كل أمور الله يقص نحن نبيد مشاهدين الكرام نحن في الستيديو خفت الإضاءة خفت لضاءة خلينا نضاءة بس اللي نبين فيها نحن لكم نتمنى بعد أنتم في بيوتكم تبادرون على في هذا الشي أنكم تخففون طبعا المجلس برها غرفة فوق طبعا نكيد كلكم الله لا يفرقكم مجتمعين في الصالة أو شي طفوا اليوت الباقية نعم وحنا بعد حتى على الرغم من قصر المدة الزمنية أي ساعة واحدة ولكن رمزيتها أستاذ عبدالله يمكن أمر أساسي في توعية من المخاطر أو مخاطر الإنبعاثات الحرارية على كوكب الأرض نحن بدورنا نتوجه لك بالشكر الجزيل والعرفان على حضورك معنا أستاذ عبدالله الكواري وانتمنا لك المزيد من التوفيق الله يبارك فيكم وأنا أشكر قناة الريان التي بادرت وتبنت هذا الموضوع حيث وتمنى إن شاء الله أن نتواصلوا إياكم ولن تكون ساعة وحدة تكون طول العام شكرا لك سيد عبدالله الكواري مدير إدارة التوعية في وزارة البية مشاهدين الكرام كذلك كل وصلنا إلى ختام الحلقة صباحا على خير في أمان الله اشتركوا في القناة